سلام عليكم ويهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات خمسينة اقتصاد حلقة النهاردة من نوعية حلقات اقتصص اللي بتحصل في كواريس البزنس والاسواق ومجتمع رجال الاعمال من وقت للتاني وبتأثر علينا طول الوقت فيه تنافس وصراع ما بين 3 اقتصاديات اقتصاد الدولة اللي بتحكمه المؤشرات والارقام والتقارير واقتصاد السوق او اقتصاد رجال الاعمال والتجار وده اقتصاد التصنيع والبيع والتجارة والاحتكار والاغراق وغيره واقتصاد المواطن اللي هو الاسعار والاكل والشرب والمرتبات والمضخرات الاقتصاد التلاتة دول في حالة صراع دائم حرفيا اللي امتبعنا من زمان كنا نوهنا في اكتر من حلقة من شهور فاتت عن ان فيه فرق بين اقتصاد المواطن واقتصاد السوق واقتصاد الدول وان هيجي اليوم اللي نتكلم فيه بكل وضوح وحيادية عن الاقتصاديات دي الصراحة تأخرنا لحد ما جاتل فرص المناسب وهي قصة بيع شركة النساجون الشرقيون لسالح صندوق FYK Limited وكمان شركة دومتي تحولت لمدغشق يعني بقت شركة اجنبية شغالة عندك وهنا فيه ملاحظة تحيير الشركات دي لسه موجودة عندك يعني ما خرجتش برمص التغيير في الاوراق بس وبحسب معلومتنا مش دول بس الشركات اللي عملت كده فيه حاجة هنا اغرب كل الكلام ده بيجي في وقت تحسب الوراق والاحصيات المعلنة فيه زيادة في معدلات تدفقات الاستثمار الاجنب في مصر دي بقى واحدة من الحلقات الحيادية تحت المشاكل دي اللي محتاجة واحد شاي بانها نعفعلا وتقعد في هدوء تشوفها بندردش مع بعض وعشان تعرف اصل الحدوتة والناس دي بتعمل كده ليه وهي مصر فعلا جاذبة الاستثمار ولا مناخة طارد للاستثمار واعلقة الكلام ده كله بددارات مصر خمسة اشياء جميلة بتاعتك ويالبيني نشوف المشهد عن قرب انا محمد ابو عاصي ودي خمسة اقتصاد خلينا نبدأ الموضوع بس من الاخر خد دلك يهمني انك تكون فاهم اقتصاد كويس اوي سواء مؤيدة او معارض مش قصت المهم عندي تكون فاهم العناصر او الاركان اللي بتتحكم في الاقتصاد او السوق في اي بلد او في اي مكان في الدنيا هما الحكومة الركن الاول باعتبرها جهة التشريع واصدار القوانين وادات الرقابة على اسواء ووضع الخطط العامة للاقتصاد وطبعا نحن متفقين ان الحكومة او الدولة في اي مكان هي صانع سيء وتاجر اسوأ وغير جديرة بالمنافسة ممكن تستثمر اه عشان تزود عائدتها تهيأ مناخ المناسب للاستثمار تصنع والتاجر على بسيط بحيث تعمل توازن في السوق لكن ما ينفعش الدير عندها التزامتها وشغل تاني واخد كل وقتها الركن التاني وهو المستثمر والصانع والتاجر وده يهمه حكتين مكسب ومناخ او جو ينفع يستثمر فيه يعني يهمه اوي قانون جذب للاستثمار يديه اعفا من الدرائب والجمارك يهمه طاقة متعفرة ويستلم له بسعر اولي الجدد يهمه انه يلاقي عمالة ايدة عاملة يعني متدربة وبسعر اولي يهمه ياخد ارض صناعية مترفقة فيها صرف صناعي ووصلها مية وكهربة وطاقة عموما وقريبا من المواني والمطارات يهمه عربياته بالمنتجات تمشي على طرق مش متكسرة يهمه امن وامان بس كده لا ده يهمه اكتر ما يكونش فيه رقابة على اسواق ولا اي قيود عايز يعمل اعلى ربح بقى اقل تكلفة ويا سلام لو بدون تكلفة خالص كمان عايز خروج امن من السوق او البلد يعني لو فلستك رجل اعمال ملاقيش نفسي مقبود علي تاني يوم لان انا مش متهم جنائي ده انا عايز الدولة تديني فلوس تقويم نتاني وبرضو مش كل رجال الاعمال كده بس احنا اتفقى نندردش وبصراحة وعشان نفهم السوق والاقتصاد بيدار ازاي الركني الثالث من اركان السوق وهو المنتج البضاعة يعني ودي لها معايير كتير وليلة مش قصة بس اهمنا نعرف ان المستثمر والصنع بيكونوا حرسين على انتاج نوعين من السلع سلع لاغينة عنها اللي بنسمعها في الاقتصاد السلع الاستراتيجية يعني اكتر استهلاكا واللي الاقبال عليها كتير ومرتبطة بحياة الناس وسلع ندرة اللي هي سلع المستقبل وبرضو السوق بيحتاجه الركن الرابع والاخير هو الاهم وهو اللي بيحرك اي سوق في الدنيا القوى الشرائية المواطن يعني الاربع اركان دول في حال التنافس والترصد لبعض من وقت للتاني وقفين لبعض على الواحدة بلغاتنا يعني الدولة عايز اكبر قدر من العيدات واكبر قدر من الاستثمرات تجيلها والمستثمر عايز مكسب من غير ما يدفع تكلف والمواطن عايز اعلى اجر وكمان عايز احتياجاته باقل سعر ويا سلام لو ببلاش يكون افضل خد شوية الكلام اللي قلناهم دول وركز فيهم كويس وشيرهم على جنب هنحتاجهم دلوقتي شاك في ايدك وتعال نكمل دردشة بس في حتة تانية من حوالي سنة بالتعريب الدنيا تقلبت في اسواء العالم لما نشر المركز الدولي للصحفين الاستقصائيين مجموعة وسائق اسمها اوراق بندورة ودي اكتر من 12 مليون وسيقة الوسائق دي سربتها شركات عالمية للخدمات المالية وكمان شركات محاماة خاصة بتسجيل الشركات وكينات في الملازات الضربية الامنة يعني شركات شمال الاوراق دي كشف التورد 29 الف شركة مسجلة في ملازات ضربية امنة كمان التحقيق كشف عن اصول وصفقات سرية والصروات لأسرياء من بينهم اكتر من 130 ملياردير واكتر من 30 من قادة العالم ورؤساء وملوك وسياسين ده بالاضافة لعدد من الهاربين او المدنين ومشاهر رياضة وقضاء ومسؤولين درايب واجهزة مكافحة تجسس كمان الوسائق كشفت او أدانة رؤساء وملوك عرب من ضمن الشخصيات اللي ظهرت في الوسائق دي نجيب ميقاط رئيس الحكومة اللبنانية الحالي وحسان دياب الرئيس السابق للحكومة اللبنانية ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والرئيس الروسي فيه كمان أسماء مصريين زعروا في الوسائق دي زي رجل الأعمال المصري ماجد راسخ صار أو ناسيب الرئيس الأسبق حسن مبارك وصاحب شركة السودك للعقرات قبل ما يبعها وحاجة تانية كتير طبعا في رجال أعمال مصريين شركتهم مدرجة في البورس فمش هاينفع نتكلم عنهم عشان نشق القانون اصبر دا الحلقة فيها شوية مفاجآت هتعجبك طبعا دلوقتي انت بتسأل نفسك يعنيه الملازات ضربية الأمنة دا هو مكان بتكون الدراية فيه مقافضة أو معدوم كمان النظام القانوني فيه مارن مارن قوي بيسمح بكل حاجة تقريبا في البزنس والاستثمار وبيعتمد على الميزة دي في انه يجزب الاستثمارات والأموال من جميعا حالعلا مش كده وبس دلدول دي بتتمتع أنظمتها المصرفية والبنكية بقوانين شديدة بتحافظ على السرية حسابات عملائها من جميع عن حالعلا وبالتالي ما حدش يقدر يتعقب الأموال بتاعتها حتى لو كانت مهربة ها مهربة وغسيل الأموال والليلة كبيرة ساعدتك معلومة كده في وسط الكلام عشان تصحصح معايا أكتر عارف ان أكبر مستثمر في مصر أو سادس أكبر مستثمر في مصر هي جزر كايمان أو شركات جنسياتها أو مقراتها الرئيسية ووراقها كله في جزر كايمان طيب احنا أصلا ما نعرفش فين جزر كايمان دي ده إقليم ما وراء البحار البريطانية موجودة غرب البحر الكريم هي واحدة من دول الملازات الضربية الأمني بحسب تأريد صدر عن شبكة العدل الدولية ففي حوالي 80 ملاز ضريبي في العالم أشحرهم وأهمهم جزر العزراء في بريطانيا وجزر كايمان اللي هي سادس أكبر مستثمر في مصر وما تسألش إزاي ولا فين وكمان باناما وجزر البهام الشركات بتستخدم دول الملازات الضربية بطرق كتير أبسطها إنك تأسس شركة في دولة الملاز الضريبي عبارة عن قوضة وصالة ياسيت وموظف واحد ده مش نقط ده فعلا اللي بيحصل على الأرض لكنها على الأرض شركة الشركة دي بتأسس فرع ليها وليكن في مصر فتتعامل إنها أجنبية على أرضك برغم إن المستثمر مصري وإحنا عارفين إنه مصر وإنها شركته بس هو مؤسسة في دولة تانية وبالتالي بالنسبة ليك هو أجنبي أو هو مؤسس شركة بره أو إنه يكون شريك للشركة الأجنبية اللي مؤسسها بره اللي هو برضو مؤسس الشركات بتستخدم دول الملازات الضربية بطرق كتير أبسطها إنك تأسس شركة في دولة الملاز الضريب عبارة عن قوضة وصالة ياسيت وموظف واحد ده مش نقط ده فعلا اللي بيحصل لكنها على الأرض شركة الشركة دي بتأسس فرع ليها وليكن في مصر فتتعامل إنها أجنبية على أرضك برغم إن المستثمر مصر وإحنا عارفين إنه مصر وإنها شركته بس هو مؤسسها في دولة تانية وبالنسبة ليك هو أجنبي أو مؤسس شركة برة يعني مصري مؤسس شركة برة أو إنه يكون شريك للشركة الأجنبية اللي هو برضو مؤسسها برة خد بالك من دي إنه يكون مؤسس شركة برة ووراقها بيقول إنه مش المالك وبيتعامل عن طريق شركة مؤسسها في مصر مع الشركة اللي مؤسسها برة وده عشان يهرب من الضراهب يأسس مصانع أو شركات ينتج ويصنع ويصدر أو يبيع ليه وياخد فلوسه يحطها في البنك ويطلب من البنك إنه يحولها على حساب الشركة الرئيسي اللي هو البنك اللي هو في الجزيرة اللي مؤسس فيها الشركة اللي احنا سميناها الملازات الدربية الأمنة والبنك هنا عندك في مصر ملزم إنه يحول فلوسه وأرباحه البرة بالدولار أو بالعملة اللي هو يشاور عليها حد يقول لي حقه والبزنس لعبة واللي تقدر تغلب بيه إلعب بيه هقول لك استنى تعرف إنك في مصر تتحسب دربيا على صف الربح يعني لو قدمت إقرار ضريبي مدعوم بفواتير إن تكاليف تشغيلك عليها وإنك بتخسر وبالتالي ربح مفيش يبقى مش هتدفع درائب وده اللي بيحصل مع الغالبية العظمى من النوعية دي من الشركات تطلع نفسها مديونة لصالح شركة أجنبية في الدول الملاز في الأساس الشركة دي بتاعتك ولازم تسدد فتحول كل فلوسك بره عشان تهرب من الدرائب في النهاية هو ورق وبيتساون ومش هتقدر تكشفه لإنه أصلا قانوني هنا يجي سؤالين مهمين جدا الأول هو ليه الدولة مصر أو غيرها ملزمة تسمع الكلام وتحول ليهم فلوسهم لدولار وتحولها للخارج ببساطة لإن ده بيتعامل معاملة المستثمر الأجنبي عندك ما تقدرش تزعله لإنه وقتها هيتقال إنك مناخك طارد للاستثمار وإنك لا تدعم الاستثمار الأجنبي وطبعا صندوق النقدم وصف التصنيف الدولي أو البنك الدولي قاعدين ليك بتقاريرهم اللي ممكن تهرب كل المستثمرين الأجنبي الفعليين من عندك في يوم واحد تقاريرهم مهمة جدا للمستثمرين والشركات وبتحركهم وإنت محتاج الشركات اللي تيجي تضخ عندك دولار أنت وكل دول العالم فأولوية عند البنك المركز المصري أو أي بنك مركزي في العالم إن أي مستثمر عايز دولار ياخد دولار ويحول له دولار أما المستثمر المحلي فلو طلب دولار وعشان يحول أرباحه برا بتقول له ده شوية إحنا مع بعض لأنك طول السنة بتوفر ليه دولار يشتري المادة الخام بتاعته تدي البنك جنيه يديك دولار فوقت الأزمة البنك يقول لك استنى علينا شوية أنت ابن البلد تعرف أن فيه شركات تقيلة في مصر لها حسابات في بنوك أجنبية برا مصر يستورد مادة خام بالدولار ويدخلها مصر يصنعها ويصدرها من مصر لبرا وفلوسه تيجي بالدولار من برا برا على حسابه في أي دول ومصر بالنسبة ليه مصنع بس مكتب شغال منه يعني هتقول لي حقه هقولك يعني لو كل رجال الأعمال ادينهم المميزات والمحفزات ونقل دولاره برا لأن ده فكره فكره غيرك عايز يحافظ على فلوسه هتجيب دولار من حضرتك هتضطر كدولة إن أصنع وأتاجر وأنافس ما المستثمر أصلا مش مآمن للحكومة وأنا هنا مش ببرأ ساحة الحكومة وإنها في وقت من الأوقات اتبعت سياسات غلط زي سياسة التحميم دي كانت كارس عموما أنا جايلك في حلقة قريب قوي هتكلم فيها بكل مصداقية عن اللي بيديروا المشهد الاقتصادي ونقاط إخفاقهم فين ويترك الليهم النجاحات ولا كلها كانت نقاط إخفاق وبمنتهى الحياة دي والجراءة برضه وهتجيب السؤال الثاني وليه المستثمرين من النوعية دي لجأوا للحيلة دي ده سؤال جميل انت أكيد فكر الكلام اللي قلناه في أول الحلقة عن علاقة القط والفار ما بين الاقتصادات الثلاثة كل واحد من الاقتصادات الثلاثة عايز يحقق أعلى عائد ومنفعه من الثاني وبرضه ياخد لنفسه الأمان من الثاني وكل واحد مخون الثاني ومعلومة ليه كل واحد حاطت الثاني في موضع الطهام وللعلم كل واحد عنده غلط بس للأسف المواطن اللي هو القوى الشرائية هو اللي بيحاسب على الفاتورة في الآخر وهو الأكتر تضررا وده لأنهم ما عندوش الوعي انه لعب الدولة أو المستثمر زي مثلا ارتفع سعر سلعة ما يشتريهاش أو اشتري منها على قد لكن اللي بيحصل هو هجوم على الشراء دي درجة الوعي المستثمرين والحكومة في دول معينة ما بيقدروش يستخلوا شعوبهم ولا يلعبوهم مقصديا شعب واعي وفاهم نرجع لإجابة السؤال هو ليه المستثمر من النوعية دي بيلجأ لحيلة انه يتعامل على انه شركة أجنبية على أرضك الإجابة وعشان يتمتع بالحوافز الترابية اللي انت بتقدمها للأجانب زي إعفاء ضريب المدة معينة والبعض الصناعات على طول إعفاء جزء من الجمارك على منتجه اللي هيصدره برة أو على مادته الخام اللي بيجيبها من برة ويصنعها عندك وبعدين يبيعها عندك أو يصدرها أو انك تبيع له طاقة كهرابة أو غزب سعر غلية دي سماء حوافز بياخدها المستثمر الأجنبي مش المحل وبالتالي يشتغل عندك فتكلفة منتجه تكون قليلة فمكسبه يكون عالي يبقى سوءك مفيد بالنسبة ليه هي مصالح وللعلم المحل بياخد نفس الامتيازات بس يقل شوية عايز تسأل سؤال مش كده ما نبدي المستثمر المحلي زي الأجنبي نفس الامتيازات المستثمر المحلي زي ما قلنا به امتيازات برضه بس مختلفة وبالذات في دولة زي مصر دولة نامية ما ينفعش ان نديله كل امتيازات الأجنبي لأسباب ان الأجنبي جاي بتكنولوجيا جديدة صناعات جديدة بمصانع ضخمة بعملة صعبة تمحتاجها بليفل معين من الصناع هيغير سمعتك خارجية لما تحط باج صنع في مصر على المنتج مثلا كمان بسمعة هينقلها عنك في الوسط الدول انك بتدعم الاستثمار الأجنبي فيجي الشركات العملاقة تشتغل عندك وده مش متوفر عند المحلي اللي في الغالب بيكون صناعته تقليدية في بلاد نامية زينا وده مش تقليلا منه بس ده حصيل السياسات دمرت الصناعات المحلية زمان لصالح الاستيراد ومازالنا بنعاني من تبعاتها لحد الوقت في مصر وده اللي عملوا الأختين ياسمين وفريدة خميس لما باعوا شركة النسجون الشرقيون لسندوق FYK Limited اللي فيه موظف واحد ومتأسس من شهر بريطاني وبرضو ده اللي عمل رجل الأعمال محمد الدماطي كبير عائلة الدماطي أصحاب شركة دومتي واحدة من أكبر شركات الجبنة في مصر لما باعسهم الشركة المدرجة في بورصة مصر لشركة أجنبية في مدغشقر اكتشفنا بعد كده إنها بتاعته وللعلم مش دول بس اللي بيعملوا كده ده دول اللي تكشفوا لأن شركتهم مدرجة في البورصة فبالتالي لازم يعملوا افسحات بالكلام ده بحسب تأريض صدر عن منظمة النزاهة العالمية فمصر خسر الدرايب في الفترة من 2001 ل2010 حوالي 23 مليار دولار بحسب تعريض سر بقى باعته صندوق النادي الدولي لوزارة المالية في مصر في 2017 عندنا 3 من بين كل 10 شركات متورطين في ملازات دربيعية وحدة تسعير المعاملات الدولية بمصلحة الدرايب المصرية في مارس 2019 قالت رسميا إن فيه 4.5 شركة من أصل كل 10 شركات متهربين من الدرايب بسبب قصة الملازات الدربيع الأمنة دي شبكة العدالة الدربيع بتقدر حجم التهرب الدريب بسبب الملازات بحوالي 70 مليار جنيه سنوية لا تعليق الصراحة حجم استثمارات دول الملازات الدربيع عندنا في مصر حوالي 12 مليار دولار متوزعة على 482 شركة مصرية فيهم شركة بتمتلك حصص في أكبر 18 شركة مصرية ومش هقول أسماء ولا شركات ولا حتى رجال أعمال ولا سياسيين ولا إعلاميين على الأقل دلوقتي كفاية أن أسماءهم منورة في وسائق باناما اللي تم تسريبها من فترة طب حد يقول لي وإيه أضرار الملازات الدربيع عليك أمواطن هجاوب ببساطة بحاجتين بس ومش هقول البال الحاجتين تعالى عليك أمواطن والتكلفة إضراف أربعة ما كانش أكثر كمان الدولة هتتحرم من قدر كبير من أموال الدرائب الدرائب دي هي الدخل الأول للدولة هي اللي بتصرف بها على مشروعاتك فلما حضرتك تحرم الدولة من كم الدرائب دي فأكيد الدولة هتروح تاخدها من المواطن والشركات الملتزمة وتستحدث درائب فأعباء اقتصاد المواطن تزيد زي ما حاصل دلوقتي سؤال مهم جدا هل مصر جاذبة للإستثمار إجابة السؤال ده هي إنك ما تخليش حد يوجهك أحكم بنفسك أنت كمواطن اعتبر نفسك مستثمر أجنبي هتلاقي مصر عمل قانون الإستثمار جديد يد صلاحياته وأمان أكتر للمستثمر الأجنبي غيرت قانون الإفلس والقواعد بتاعته وبقى التعامل مع المستثمر المفلس مش جنائي مش هاتحبس يعني عندها بيئة تحتية صرفت عليها كتير ولسه مكملة لدرجة إن فيه نقطة إن الحكومة المصرية عليها نادر طرق وكبار وتكلمنا عنه إعفاء ضريبي بيوصل لسبع وعشر سنوات دي للأجانب والمحل لخمس سنوات إعفاءات جزئية جمركية سواء على المادة الخامة اللي هتصنعها اللي ده خلالك أو اللي هتصنعها بعد ما تصنعها وتصدق فيه إعفاء جزئي على المنتج النهائي الدولة بتنسحب من الاستثمار وعايزها شراكة في شركاته يعني بتسيب الملعب للقطاع الخاص الحكومة عملت حاجة اسمها الرخصة الدهبية اللي هو إنت بتيجي تقول للدولة أنا هعمل مصنع كذا وتبدأ تبني في المصنع وعشان تشغله وبعدين نخلص وراءه برسل أسهم فيها بملاليم بملاليم اللي هو الصغير ده شعب قوته الشرائية عالية جدا برغم ظروفه اللي مش ولا بد عملة تنافسية كلهم بخفض فيها فمصر سوء مثالي لاستثمار الأجنبي هتقول لي والمحل لا الحكومة محتاجة تضحب حزمة حوافز أكبر للمستثمر المحلي لأنه بيعاني ومتضرر الصراحة حسب آخر إحصائية في حجم الاستثمار الأجنبي في مصر في 2022 زاد عن 2021 و71.5% جالك استثمارات 9 مليار دولار وده الأعلى من 10 سنين الفترة الأخيرة ومصر خسر الدولارات كتير لصالح الشركات الأجنبية اللي مش أجنبية أو اللي عاملة نفسها أجنبية اللي جاد الأعمار عليهم دور بلاش يستخدموا حوافز الدولة ضدها وعشان ما نحسبش كلنا على فاتورة إحنا مش قده زي المواطن ما هو متحمل أثار الأزمة مضحوط وبردو الدولة عليها دور هنتكلم فيه لما نقيم أداءها في الحلقة اللي بعد الجاية إن شاء الله اشعروا فننتبعدكم على قناة 50 اقصاد على اليوتيوب والفيسبوك تستوش لو عقدتكم الحلقة تشاركوه مع أصحابكم وتحكولو معنين بريتو عمل لايك وشير لابتشوفونا على الفيسبوك وسبسكرايب لابتشوفنا على اليوتيوب شكرا لكم السلام عليكم